ومع إشارات الغضب الشعبي يطرق النواب المستقلون الحديد المعارض ساخنا بتأكيد الابتعاد الكمل عن صراع الأحزاب الكبيرة في كيفية إدارة الحكومة المقبلة وقال أنها بالمستقل سجاد سالم أن الرؤية العامة للمستقلين هي بأنه لا بد من تشكيل حكومة أغلبية سياسية في الوقت الحاضر كون أن الصياغ التوافقية فشلت في أسنوات الماضية وعن دعوات بعض الكتل السياسية لحل مجلس النواب وإعادة الانتخابات قال سالم بأنه لا يمكن حل الأزمة بأزمة أخرى وهي أزمة حل المجلس وإعادة الانتخابات كون هذا الأمر لا يتماشى مع تطلعات الشعب الذي نادب الانتخابات المبكرة من أجل تقديم الخدمات وفي المقابل أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنغالي أن حل البرلمان هو أحد السيناريوهات المطروحة في حال استمر الانتداد السياسي إلا أن هذا السيناريو الأخطر الذي لم يطرح بشكل جدي فلا يمكن استمرار صلاحيات تصريف الأعمال في رئاستي الجمهورية والحكومة مقابل صعوبة إجراء الانتخابات المبكرة بلا قانون أو إشراف متخصص ترجمة نانسي قنقر شكرا